أنا لما أشوف البقايا والأثار يعني بتذكر كل لحظة مريت فيها حلوة ومش حلوة يعني بظلنا بتذكر في البيت كل البيت واشتكلوا كيف كنا نقعد ونضحك في كلية العائلة يعني ونضحك ونلعب ونصر مع بعض أخوي لما اتجوز يعني بعد بعد يعني عرفنا أنه مرض وحامل فإحنا فرحنا كثير يعني في هالفرحة وعملنا حفلة يعني في هالبيت أنا عبد السلام مطالب في مدرسة لما كنا متوقع أنهم يجي يهدموا بيت لك يعني أنا جيت من المدرسة فشفت البيت مهدوم يعني ما صدقت يعني مش يعني فركت عيوني بفكر أنه هذا مش حقيقة يعني لحد الآن يعني خفت كثير يعني على حالي وعلى أهلي أول إشي يعني شفنا مقرط عمّة كانت يعني كانت واقفة تشوف يعني فغيبت يعني صدمت من الشوف يعني فاتصلنا على الأسعاف وأجي أخذها الأسعاف أخذها على المستشفى يعني والكل خاف يعني مش بس واحد أنا لما أشوف أخوة الصغار زي هيك يعني يعني بصير أفكر في جوات يعني شو دو يصير فيهم بس يكبروا يعني بصيروا يعانوا يعني زي ما أنا بعاني بصيروا يعانوا زي بحب أعمل إني يعني أحاول إني أعمل يعني حقوق إنسان يعني أساعد الناس زي هيك يعني الناس بصير عندهم زي هيك أساعدهم يعني يعني إحنا صلى الله 53 سنة يعني 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 عايشين يعني حياتنا كل ياتا يعني فيش مطرح ثاني نرو عليها يعني كل شي بحب فيها بلبيت فيها وعشت فيها طبيت فيها ومدرست قريت فيها كمان بس يعني بدي أقول يعني رجعوا لنا بيتنا لا أظهر بالدقولة بس